يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءتم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخبيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأرسنتهم بالسوء وودوا له تكفرون لن تنفعكم مرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وبما تعودون من دون الله كفرنا بكم وابدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله خدير والله أفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إما الله يحب المقسطين إنما يرناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن أنتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتموهن أجورا ولا تمسكوا بعصر الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشيكن بالله شيئا ولا يسرخن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يعيسوا من الآخرة كما يعيس الكفار من أصحاب القبور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر